فمن أولها قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ألا يتقدموا على الله وعلى رسوله أي ألا يتكلم الإنسان في حكم شرعي حتى يعلم أمر الله تعالى فيه وحتى يعلم فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وكما قال الله سبحانه وتعالى وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك من نصوص القرآن والسنة الدال على أن المؤمن يجب أن يكون تبعا لما جاء في الكتاب والسنة وهذا أدب رفيع أدب الله تعالى به المؤمنين ومن اتبع هذا الأصل العظيم ثبت في دينه واستقام لأن الإنسان لا يستقيم إلا إذا كان تبعا للكتاب والسنة أما من يتعدى على القرآن ويتقدم على الله ويتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق الأحكام ويفتي بهواه فهذا يضل ثانيا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا أدب رفيع يتأدب به المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني لا تخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبتكم لغيركم وفي هذا جاءت قصة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت إذا جاءت الوفود تتكلم انتدب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ليتكلم فلما نزلت هذه الآية اختبأ في بيته فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت قالوا هو في بيته يبكي فأرسل إليه فلما جئ به قال ما لك يا ثابت قال يا رسول الله إني رجل جهوري الصوت وسمعت قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فخشيت أن أتكلم عندك فأجهر بصوتي فيحبط عملي قال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة فعاش ثابت رضي الله عنه حميدا ومات يوم مات شهيدا وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه فلاحظ الأدب الراقي لهذا الصحابي الجليل ما دار يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يحبط عمله وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا كان المتحدث يتحدث بالحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يرفع صوته عليه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بهذه الآية أيضا من آداب هذه الصورة قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُنْقَلُ وأي خبر يأتي إليك وخاصة مع توسع وسائل التواصل حاليا الأخبار زمان كانت بتحتاج تمشي تقعد لا برّة جنب الدكان ولا في الضل بتاع الشجرة شاني جزول ماشي من بعيد تقول لك منه شمار شمارين الآن ما بتحتاج انت قاعد في بيتكم كل ما تحتاجه موبايل وكوبسي بتاعك كهربة جنبك تلقّط أخبار الدنيا كلّا وأكثر الأخبار كذب وينقل الناس ما يأتي إليهم ويبني عليه البعض أحكاما ويرتب عليه مواقف بل ويحب من أجل ذلك ويبغض من أجل ذلك ويسب من أجل ذلك ويفعل ما يفعل بأخبار لا يعرف أولها من آخرها والناس الليلة بس بتلقى الخبر وطوال يقول لك ما نقول ويروح طوال ناشر هذا الأدب عظيم يا أخواننا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا كان الرواة الزمان يتحر فيهم تحر دقي جدا يقول لك ده فاسق ما ينقل كلامه فما بالك والليلة أنت من وراء شاشات وما معروفه ذاته منه شن تتبين منه هم منه ذاته ما معروف زمان معروف ده فاسق ودك صادق الزمان معروف ذاته ده شنو فتحر من الأخبار وتريث وخاص داخل المجتمع السلفي ما يكون السلفي دائما خفيفا في تعامله ما تخلق ذو الخفيف أي كلام جاك طوال تجاربه تريث من الكلام ويتضمن هذا الأدب في هذه الآية ممدحة للصدق لأنه إذا كان في هذه الآية الخبر نوعان أو نوعين نوع منه خبر الصادق والآية أشارت إلى أن خبر الصادق مقبول والنوع الثاني خبر الفاسق وأشارت الآية إلى أن هذا الخبر يتثبت فيه أو صرحت الآية بأنه يتثبت فيه ونوع ثالث خبر الكاذب ده مقبول وده يفهم ضمن من الكلام المهم دفيوا يا أخواننا محمدة ومدحي عظيم جدا للصدق ودي أخواننا صفة من الصفات في مكارم الأخلاق هي أولها لو أنت جيد بتحصي في صفات مكارم الأخلاق فاجعل في أول اللست الصدق لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة يقول زملوني زملوني وخديجة رضي الله عنها كانت هي العاقلة فهدأت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته بمكارم أخلاقه قالت والله لا يخزيك الله أبدا لما لما عنده من مكارم الأخلاق فشوف ده من أعظم ما يحمد على والإنسان ومن أعظم ما يبحث الإنسان على تحصيله لأنه شوف الربط كيف قالت والله لا يخزيك الله أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرى على الكلام ده لماذا قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل الكل ده يعني المعند حاجة توقف على حيله وتقر الضيف الإقراء الكرم وتكسب المعدوم بتدل ما عنده حاجة وتحفظ الأمانة وتصدق الحديث قال ابن حجر وهذه من أشرف الخصال لأن الصدق قام عليه الدين ولولا الصدق لما قام دين كيف وصل إلينا القرآن كيف وصلت إلينا السنة كيف وصلت إلينا أخبار الصحابة كيف بلغ لنا الدين بلغ لنا بالصدق ولو لم تكن في أسلافنا صفة الصدق لما وصلنا دين أصلا هذه من أشرف الخصال التي يعتني بها العبد وأنت كداعية وحامل لهذا العلم ومبلغ لهذه الدعوة إذا فقدت الصدق فقدت كل ما عندك شوف يومك التفقد من الضغطتك فقدت كل ما عندك الإمام البخاري رحمه الله تعالى راكب البحر مسافر دار يطلب العلم شايل معه قروش كثيرة جدا ألف دينار لعله كمية كبيرة من القروش دي جبت لعادة المليارات الليلة وراكب السفينة احتال على واحد صاحبه شديد لحد ما عرف القروش دي فيه كم بعد ذاك لفه ودور ومشى وقف هناك في طرف السفينة كورك قال للناس انسرقت مني ألف دينار بعد ما عرفها دي بتاعت البخاري ألف دينار وكلم شرطة السفينة كويس خلى البخاري في حيرة ذاته بدت الشرطة بتفتش في السفينة أول ما جربوا من البخاري شال القروش حقته كل جدعا في البحر وبيقول فتشوا ما لقوا بيقول الناس بيعيروا فيه يذموا فيه والشرطة بتضرب فيه جان بعد ذاك راجع للبخاري قال له يا أخي انت وديت القروش فين وعارفوا ما بكذب وديت القروش فين انت قال له أنا ديني جمعته في زمن طويل قال له أنا أضير عشان القريشات دين لأنه لو طلع البخاري سارغ كذب لضاع علم البخاري كان مراس بتاع أمة يا أخواننا علم البخاري سارت به الركبان وارتفعت به أصوات المنابر وامتلأت به بطون الكتب واحتشدت به مكتبات العالم الإسلامي ما من مكتبة إسلامية إلا والبخاري فيها دا كله كان ضيع باشنو بحيلة من حرامي في سفينة الصدق إذا فقد فقد كل شيء لذلك قال ابن حزم في كتاب الأخلاق والسير قال ويكفي بالكذب قبحا أن الكفر نوع من أنواع الكذب قال فالكفر نوع والكذب هو جنسه الكذب فوق والكفر واحد من أنواعه ولذلك يا أخواننا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص هذه الأمة على الصدق قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار إذن يا أخواننا هذه من أجل الأخلاق واجتمرت عليها الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتثبتوا أيضا من أخلاق أو الأخلاق التي اجتملت عليها هذه الصورة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا بالله شوف الأحكام دي كيف ما تتبع الظن والظن من الكذب لأنه أنت بترتب أمور براك في ذهنك قد تكون ما حقيقة قال ولا تجسسوا ما تطلع على عورات الناس وهذا يا أخواننا بيذكرنا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه ما تتدخل في حاجة ما بتخصك أنت ماشي في الشارع كويس زو يشعر لكيس وماشي به في الشارع ما تبقى أنت نفسك معلقة تعرف الكيس ده فو شنو ما لك ماله يا أخي أنت قول لك والله إن شاء الله تقع منه عشان الله ينشرط عشان أعرفه فو شنو ياخدت مالك يا أخي أنت ماشي في الشارع في باب يتفتح باب ناس ما دعا ينجوه يا أخي قلت بخليك تعاين شنو يميد عين ويعاين وقل لك يا أخي النسوان دي اللي يبلبسوا كده بالله تلقى لك عين منه ما رقعت لك ولا جوه ما تتطلع على عورات الناس ما تتبع أمور الناس الخاصة من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه والله الحديثة يريحك راحة بس الحديثة يريحك راحة شديدة خلاص ما لك مال جوة الناس يا أخي الناس في أمورهم شوف في الدنيا دي أخو القريب منك أمري ما هو براو جا فتحه لك واستشارك فيه إياك تتدخل في حياته أقرب زول لك ما تتدخل يا أخي إلا يجي سشيرك براو قل لك يا أخي أشير فلاني داك دار أعمل فيه كده والأحسن شنو أعمل كده ولا كده أديه رايك بعدين لكن ما تتقول لي أها والله أعمل شايفك مداخر وشايفك كواريك على بيتكن في شنو الحاصل ياخ مالك يا أخي احتمال مرة مشاكلة والكمشة مدورة ما عندك قضية يا أخي أنت ما فيش يبدخلك خليه ساي إذا جاب براو قال لك مفلوك قال لك راح وقديني المستشفى سوقه وقل لك أخوه الفلق قال لك شنو دا ما جاك براو يا ناس ما تتبعوا أمور الناس الخاصة إلا شي عام دا موضوع تاني قال وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه بعدها قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم دا نوع من أنواع العب والانتقاص والاسترسال في ذنب الآخرين كويس؟ الشهد برضو يا أخواننا ممنوع وما أبيح لغرض شرعي لا يتوسع فيه في غير هذا الغرض في أخواننا أمور نعارف إنها أبيحت لأغراض شرعية معينة الغيبة أبيحت لغرض شرعي كالمقاضاة وكزم أهل الباطل وكذا لكن يا أخواننا ما أبيح لغرض شرعي لا تتوسع فيه لا تتوسع في إرض أخوانك ولا تتوسع حتى في أعراض غير إخوانك الإمام النووي قال حتى الكفار وأهل البدع قال ما يتندر بحكاوي وقصص لغير أغراض شرعية ما تقعد حتى إن كان من أهل البدع ما تقعد يتندر به بحاجات غير المراضة الشرعي خليك مع المراضة الشرعي وانتهينا إلى غير ذلك من الأحكام يا أخواننا التي اجتملت علي هذه الصورة وأنا أود أن أضيف شيء واحد من عندي وإن كان أحكام الصورة أنا ما وقفت على أكثرها وهو أن مما يحتاجه الإنسان لمواصلته في علاقته مع إخوانه طلاب العلم وإخوانك في الدين أنت تحتاج إلى شيء كثير من الوفاء لخسن العشرة بينك وبين أخوك ولولا هذا لضاعة الأخوة بس أعرف إنه أخوك في الله أنت لو دارت استمر معه على هذا الطريق فتيكن أنك لا تتعامل مع معصوم من الخطأ ولا تتعامل مع إنسان خال من الزلل ده ما فيه لو دائر إنك أنت تتزوج ولد صار أخوك في الله خال من الزلل وما بيغلط وماشي مستقيم حياته كلها ده ما بتلقاه ولكن أنت بتدعامل مع بشر أخوانك طلاب العلم ويخطئ الليلة في حقك أو في حق ربنا ويخطئ بكرة واستقيم بعد بكرة وهكذا فلا بد يكون فيك شيء من الوفاء له إذا أخطأ تذكر جميله تذكر زمان سوى شنوه سيدة عائشة رضي الله عنها لما قالوا ليها حسان خاض مع من خاض في الإفك فقالت أليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاءه مش قلت لهم هون اللي قال كده قالوا نعم قالت عفوت عنه ذكر رجع ورطه والي الذكر جميله وما عنده من الخصال الطيبة ولا ينكر الجميل السابق إلا خسيس الطبع الندل الزول اللي بيكون قال نصريك لفرصة ينتقم منك ويهلكك دماء خليك وصاحب الخيانة ما ترعاه لك مما الزول اقنص فيك فرصة شان انتهي منك وما تنجح الخطة بتاعته ويجي تاني دار يعاود معك من جديد اعرف انه صاحب الخيانة ده ده ما اخلك لك الدام النبي صلى الله عليه وسلم عنده موقف مع المطعم ابن عدي مطعم ابن عدي ده كان من كبارات قريش والنبي صلى الله طرد من مكة ومشى الطايف وضربوا في الطايف ورفضوا دعوة ولموا له الصبيان والمجانين وضربوا حتى سالى الدم من قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام ورجع منهم الى مكة وليس له مأوى ومات ابو طالب وماتت خديجة وليس له من يؤويه ويحميه في مكة اول ما بيقى بر رسل للمطعم من عدي فقال له اني استجير بك طالب منه الاجارة فالمطعم ابن عدي طوال لما اولاده ويقبوا فرسانهم وشالوا السلاح ووقفوا عند البيت ووقف هو عند البيت وصاح في الناس اني اجرت محمدا زلطاني يسألوا ما فيه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى وراح الى داره امنا بعد زمن لما النبي صلى الله عليه وسلم امسك بأسار قريش من الكفار قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وطلب مني هؤلاء انتنا قال لأجرتهم ولأعطيتهم اياهم قال كان بديو دي الكلهم حفظ له الجميل القديم وده يا اخوان من الاخلاق الطيبة الرفيعة يتحل به الانسان ليكون له علاقة طيبة مع اخوانه انا لعلي اكتفي بهذا اشتركوا في القناة